اشتركوا في القناة انا مش حتى مواصفات معينة هتقع في مشكلة في قانون اسم قانون التركيز انها اي حد هيشوفه هيبدأ يقول هو ده ومجرد ما يبدأ يتعامل معايا وياخد فترة من الزمن يرجع بعد كده يكتشف عيوبه لان احنا كبشر عينينا لو قلنا عايزين نشوف الحلو في الشخص القندمنا هنشوف الحلو بس ومش هنشوف الوحش ولو بدأنا نقول عايزين نشوف الوحش بس هنشوف الوحش مش هنشوف الحلو فالمواصفات بتخليك تشوف الاتنين الايجابي والسلبي لو انا ماشي في الدنيا بقول اي حد والسلام او النصيب اللي يجيبه ربنا كويس او طبعا اللي يجيبه ربنا كويس بس لو بدأت اقول الكلمات دي لا يحصل ان اي حد هيقى بني هبدأ احس ان ده ممكن يكون شريك حياتي مجرد ما ابدأ اتعامل معايا في الاول ابقى شايف الاجابيات بس واشايفها كبيرة جدا بعد شوية هبدأ اشوف السلبيات فالصورة اللي انا حطيتها في دماغي هتبدأ تتهز شوية علشان كده من الافضل اللي احنا نحط من الاول خالص المواصفات طيب المواصفات دي بقى عبارة عن ايه يعني عندنا مواصفات شريك الحقيقة اللي انا عايزها في الطرف التاني هما في مواصفات خارجية وفي مواصفات داخلية بالنسبة لمواصفات الخارجية هي الطول والشكل ومستوى الجمال بالنسبة للبنت وكل حاجة انا عايزها في الطرف التاني ده بالنسبة للرجل وبالنسبة لبنت كل حاجة أنا عايزها في الطرف الثاني اللي هو الراجل الشكل الخارجي الطول العرض الماشية كل حاجة فيه حتى كمان طريقة سلامه على الناس بيعامل الناس ازاي كل الحاجات دي هنازم أكون محددها وعرفها كويس وكاتبها كل كبيرة وصغيرة في السمات الشكلية والسمات الخارجية للشرك حياتي أما السفوات المواصفات الداخلية هي بقى العصبية درجة العصبية عاملة ازاي القرم سماته اللي هي او اخلاقه سماته الشخصية قوة شخصيته كل الحاجات دي اسمها السمات الداخلية او المواصفات الداخلية فاحنا عندنا مواصفات داخلية ومواصفات خارجية لو انا حددت بس المواصفات الخارجية وسبت الداخلية فانا بحدد صورة بس من برا فمجرد ما لاقي الصورة الحلوة دي هبدأ انجازب ليها وتبدأ تنجازب ليها واكتشف بعد فترة ان مش هو ده ولو حددت الصفات الداخلية بس برضو هيبقى فيها مشكلة ان هبدأ انجزب لحد فيه الصفات اللي انا عايزها بس بعد فترة من الانجازها بحس ان شكله مش حابه قوي او مش هي الصورة دي اللي انا كنت عايزها عشان كلا ما بحدد الخارجي والداخلي اللي بيحصل اني باجزب الاتنين مع بعض طب ده بيحصل ازاي مجرد ما حدد الصفات الخارجية والصفات الداخلية بيبدأ الصفات اللي انا قلتها وابدأ اجيب ورقة وقلم واكتب كل المواصفات هكتب مثلا 20 صفة او 25 او 30 صفة انا عايزهم صفات خارجية وصفات داخلية مجرد ما اكتبهم وابدأ ارجاعهم كتير بتبدأ تتشكل في الهالة اللي حوالين جسمي تتشكل في الهالة ازاي ان مجرد ما ابدأ اتخيل الشخص اللي انا عايزه وانعمل الحلقة عن التخيل قريب باذن الله مجرد ما اتخيل الشخص اللي انا عايزه بكامل مواصفات اللي انا كتبتها وغمد عيني وكأنه معايا فعلا اللي بيحصل ده بيتشكل في حوالين الجسم في حاجة اسمها الهالة بالنسبة الناس ما اتعرفش ايه هي الهالة هي حاجة حوالين جسمي حاجة جسم اثيري عبارة عن مدى ارتياحنا للناس احنا بنقابل الناس لأول مرة ممكن نرتاح لهم قوي وممكن ما نرتاح لهمش خالص ده بناء ان هالته بتكون شبه هالتي الهالة باختصار هي الشعور والاحسيس اللي حوالين جسم الانسان فلقا انا حدد صفاتي كويس جدا والطرف التاني محدد صفاته كويس جدا والصفات دي متقربة او متشابهة هنبدأ نجزب بعض بسرعة جدا احيانا بنلاقي حاجات غريبة ان واحد اتعرف على واحدة في فرح ولاقي فيها المواصفات اللي عايزها بالزبط بدأ ينجزب ليها وتنجزب لي وكان جواز نجح جدا وفي بعض الناس بترويه بقى جوازات حصلت في المواصلات وحاجات زي كده بس مجرد ما يكون محدد بالزبط المواصفات الخارجية المواصفات الداخلية هجزب صح في بعض الناس بتطلع اكتر من كده مش بس انها هتحدد المواصفات لانها هترسم شريك حياتها وبازن الله في حلقة من الحلقات اللي جاية هجيب لكم صديق لنا رسم شريكة حياته من قبل ما يشوفها وبعد كده شافها وانجزب ليها واتجوزوا دلوقتي معه بنتهم اسمها فريد ربنا يخليها بس طبعا هو لما يحكي قصته هيبقى افضل ففي بعض الناس بترسم بالزبط هو عايز ايه علشان كده لو انت حاطت في يبقى לק اللي هو انا حاطت المواصفات اللي انا عايزة ومش كتبها على ورا اقلم ده غلط ولو كتبتها على ورا اقلم وبعد كده رجعت رسمتها انت عايز ايه بالزبط? بيكون افضل وافضل. يا رب بقى نشيل من دماغنا الحاجات اللي هي كنا بنتكلم فيها زي ضل راجل ولا ضل حيطة وانا عايز اتجاوز اي حد والسلام. لو عايز اتجاوز اي حد والسلام هيجيلك اي حد والسلام. لو عايز اضل راجل ولا ضل الحيطة. طبعا يعني اهتمامك بالمواصفات الخارجية شكلها عامل زيء لازم كمان تحدد المواصفات الداخلية وبالنسبة للبنت ما تحديش بس المواصفات الداخلية لازم تحددي داخلي وخارجي وبعد ما تحدده المواصفات كويس قوي وتكتبوها هتبدأو تعملو تمرين اسمه واحد وعشرين الف ابا عشر وده اللي هنتكلم عليه الحلقة الجاية بازن الله اقول لك ازاي تعمل تمرين واحد وعشرين عربعتاشر علشان خلال اربعتاشر يوم باذن لنا تكون مؤمن انك تقدر تكذب المواصفات قائزها. من النهاردة انا كل اللي عايزوا منك انك لحد الحلقة جاية اواتحدد ايه هي المواصفات الخارجية اللي انت عايزها? وهي المواصفات الداخلية اللي انت عايزها? شرط مهم جدا مبقاش حاطة شخص بعينه قدامي وانا بحط المواصفات. مجيش انا فيه بنت مسلا عجباني فاجيب كل مواصفاتها اقولها يا دي المواصفات الخارجية والداخلية. لازم اشيل ده وابدأ احط المواصفات فعلا اللي انا محتاجها واللي انا حبيبها في الطرف التاني واللي هتساعدني ان اكمل مشواري اهم حاجة ان ما حط الشخص بعيني بعينه قدامي لاني ده هيبوز المواصفات اللي انا بكتبها ومن هنا حد الحلقة جاية كل الناس حددت المواصفات الخارجية والداخلية ونبدأ بعد كده اقولك تعمل ايه في تمرين واحد وعشرين في اربعتاشر وبعدها تمرنات التخير ونكمل بازن لا حد ما تجذب شريك حياة المناسب واشكركم ونتقابل ان شاء الله في حلقة جاية من سلسلة الجزب شريك الحقيقة هتجوز بطرقتي محمد زكريا